اشتركوا في القناة تحية طيبة استهلنا هذا الفيديو بتصريح لأحد المشجعين الجزائرين عقب نهاية مقابلات الجزائر وانقولون انتهت بواحد الوحد شنو قال كم انت كبيرة يا جزائر وهنا كانت رح السؤال لماذا يهرب الجنرالات من الجزائر الجنرالات طبيعة الحل المعرفين بأنهم كينصوا دماء الجزائريين كينهبوا خيرات الجزائر وهذه الجنرالات نفرض هما آخر من يغادر الجزائر كاللاحظة في هذه الأيام الأخيرة العديد من الجنرالات يهربون من الجزائر وآخرهم ووفق أحد المصادر المعارضة الجزائرية عقيد رضا العقيد رضا هذا كان مكلف بملف المعك تحت رئاسات حسين ويحيا سيء الدكر كان خرج الباريس باش يلقي شي محاضرة وهذا المهمة دياله كانت تتبع ما شيفة قتل ماك والعناصر دياله وإنما يكون معارضة الجزائرية استغل الفرصة ونفد بالجلده هرب من الجزائر الكبيرة كيف وصفها هذا المسجع الجزائري كم أنت كبيرة يا جزائر هذا الجزائر ربما كبيرة جغرافيا لكنها ضيقة في العيش والحرية على كل جزائري كان لحظوا بأن الجزائريين يغادرون الجزائر بحرا وبرا وجوا وآخر المغادرين كانوا عن طريق مطار وهران وذيك الفاضيحة المدوية ديال الحرقاء عبر الطائرات الخطوط الجزائرية الفاضيحة الأخيرة اللي أدت إلى إقالة مدير أمن الجزائر فارد بن الشيخ إذن هذه الجزائر التي يتكلم عنها هذه المشجع ربما تقع في كوكب آخر وليست الجزائر التي نعرفها اللي كي هربوا منها كيف ذكرت المواطنون الجزائريون برا وبحرا وجوا عبر البحر القضاة والجنرالات ورجال الداراك والمواطن العاديين والنساء والأطفال والردع الكل هارم من هذه الجزائر الكبيرة كفانا من الشعارات يا أبوخ نظام دولة العسكر الجزائر ليست كبيرة وإنما هي دولة صغيرة تكاد لا ترى بالمجهر من حيث الوزن الاقتصادي والسياسي والتأثير الدولي وهذه الكلام قالوا لابروف لما رفض البريكس انضمام نظام دولة العسكر وقال لابروف وهذا الحليف استراتيجي لنظام دولة العسكر ووزير خارجة روسيا قال بأن الشروط اللي اعتمدناها في قبول ملفات الدول الوزن الدولي الهيبا والموقف السياسي ونظام دولة العسكر لا يملك ولا واحدة من هذه الصفات أو من هذه الشروط نظام دولة العسكر أضاع عهبة الجزائر ووزير الجزائر ومواقف الجزائر السياسية في دعم حركة بطوشية صرف عليها مئات المالاير من الدولارات وأضاع عقودا من التنمية والنتجة شنية اليوم وأنه يتعقب المغرف كل صغيرة وكبيرة لدرجة أن الصحفيين رياضيين وهذه السابقة كيت تجمع للمغرب في قناة جزائرية وكيتمنى للمنتخب المغربي الخروج من الدور الأول خرج المغرب من الدور الأول أو فاز بكأس أفريقيا ماذا سيفيدكم أو ماذا سيدركم هذا هذا كي يعكس الإخفاق والدلة والمهنة اللي وصل لها النظام العسكري الجزائري لما قعد تشم شروع تشمل في حضاري أو تنموي عدم راقبة المغرب وتتبع خطوات المغرب بالمجهر والكيد للمملكة في كل مكان وفي كل زمان إلا أن كل مرة ينقلب السحر على الساحر كم أنت كبيرة أن يهدتها للجزائر هذه من الجمل المضحكات المبكيات لهذا النظام العسكري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر